بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع والتسعون بعد المئة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومعاد يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة ومذهب المخالفين لهم في أسماء الله وصفاته يقول في ذلك قد اتفق جميع أهل إثبات على أن الله حي حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر المسلمين إن الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كاب العباس الناس إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله مجاز للخلق وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة سفاتية من الأسعرية الكلابية والكرامية والسالمية وأسباع العيمة الأربعة من الحنفية والمالكية والسافعية والحمبلية وأهل الحديث والصوفية فإنهم يقولون إن هذه الأسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وإن كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون إن لله علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وإنما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفات من القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى ويقولون ليس بحي ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم ألحدوا في أسماء الله وآياته قد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإززون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وهؤلاء فر من المسلكين الذين أخفر الله عنهم بقوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قال الله تعالى كذلك ما أرسلنا في أمة وقال الله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلته وإليه متاب فإن أولئك المسيكين إنما أنكروا اسم الرحمن فقط وهم لا ينكرون أسماء الله واصفاته ولهذا كانوا أي القرامط عند المسلمين أكثر من اليهود والنصارى ولو كانت أسماء الله واصفاته مجازا يصح نفسها عند الإطلاق لكان يجوز أن الله ليس بحي ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا مصير ولا يحبهم ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك ومعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسن والصفات بل هذا جهد للخالق وتنثير له بالمعدومات قد قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة مجمعون على الإضطرار بالصفات الوالدة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محطورة وأما أهل البدع من الجهنية والمعتزلة والخواري فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها فهو مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهما إمة الجماعة انتهى ما نقله الشيخ عن ابن عبدالبر ثم قال الشيخ معلقا عليه وهذا الذي حكاه ابن عبدالبر عن المتزلة ونحوهم هو في بعض ما ينفونه من الصفات وأما فيما يثبتونه من الأسماء والصفات كالحي والعليم والقدير والمتكلم فهم يقولون إن ذلك حقيقة ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الأسماء والصفات حقيقة إنما أنكره لجهله مسمى الحقيقة أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين وذلك أنه كان يظن أن إطراق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماهلا للخالق فيقال له هذا باطل فإن الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا والله تعالى له ذات حقيقة والعبد له ذات حقيقة وليس ذاته كذات المخلوقات وكذلك له سمع وعلم وبصر حقيقة وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره ولله كلام حقيقة وللعبد كلام حقيقة وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين والله تعالى استوى على عرفه حقيقة وللعبد استواء على الفلك حقيقة وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين فإن الله لا يستقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء بل هو الغني عن كل شيء والله تعالى يحمل العرس وحملته بقدرته ويمسك السماوات والأرض أن تزول فمن ظن أن قول لا إمه إن الله مستوى على عرسه حقيقة يقتضي أن يكون استواءه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لجمه أن يكون قولهم إن الله له علم حقيقة وسمع حقيقة وبصر حقيقة وكلام حقيقة يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل علم المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم إلى أن قال رحمه الله فمن ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته إلى كانت حقيقة لجم أن يكون مماهل للمخلوقين وأن صفاته مماثلة لصفاتهم كان من أجهل الناس وكان أول كلامه شففة وآخره زندقة لأنه يقتضي نفع جميع أسماء الله وصفاته وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد من فرق بين صفة وصفة مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقبا في قوله متهافتا في مذهبه مشابها لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وإذا تأمل النبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والعلمة في غاية الاشتقامة والسداد والصحة والاضطراد وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح وأن من خالفه كان مع تناقب قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفث خارجا عن موجب العقل والسمع مخالفا للفطرة والسمع تنتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذه الحلقة وبه يظهر بطلان قول الذين لا يزالون يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وذلك أنهم يظنون أن مذهب السلف هو التصويض للصفات والجهل بمعناها وأن الخلف حلم المقصود منها وأنه خلاف الظاهري فصاروا يؤولونها بغرائب المجازات ثم إن قولهم إن مذهب السلف أسلم قول متناقب لأنه لا تحصل السلام إلا مع العلم دل على أن السلف يعلمون معنى الصفات ويهجتونه وأن الخلف يهل المعنى الصحيح لصفات فصاروا يتخبطون في تأويلها ثم كيف يكون الخلف المتأخرون أعلم من السلف المتقدمين لما فيهم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذنما ما بعدها هل هذا إلا عين الجهل بمكانة السلف ومقدار علمهم ولهؤلاء أشباه من بعض مثقف عصرنا الذين يجهلون قدر العلماء ويجهلونهم ويقولون إنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس قصدهم من ذلك التنفير من علماء المسكنين والفصل بينهم وبين الشباب الأمة حتى يتسنى لهم تضليلهم وتطويعهم لأغرابهم ومبادئهم فاسأل الله أن يهدي ظلال المسكنين ويقمع الأعداء والحاسدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين والحمد لله رب العالمين وبهذه انتهت هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر